يسأل يقول هل هناك أدعية لتيسير الزواج عبد الله بارك الله فيك بالنسبة لدعاء خاص لتيسير الزواج ما أحفظ في حدود علمي والطلاعي حديث يعني دليل خاص في هذه المسألة ما أحفظ في هذا شيء في حدود علمي والطلاعي لكن الذي أحفظه الأدعية الأدعية العامة أو الدعاء الذي يخص الإنسان نفسه به و يسأل الله عز وجل فالله جل وعلا قال و قال ربكم أدعوني أستجب لكم قال جل وعلا و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان و قال جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه و يكشف السوء و لذلك الإنسان المحتاج إلى الزواج يكثر من الدعاء يعني يقول اللهم يسر زواجي اللهم أن يسألك الزوج الصالحة اللهم يا رب يسرني للحصول على امرأة صالح اللهم وفقني يا رب لكل خير اللهم اعصمني اللهم احفظني بهذه الطريقة بارك الله فيك و أيضا الإنسان هناك أعمال يعني هي سبب من أسباب الخير مثل الصدقة الصدقة هذه نعمة من نعم الله الاستغفار اللي سألت عنه قبل قليل فالله جل وعلا قال على لسان العبد الصالح نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا الاستغفار الصدقة بر الوالدين هذه أعمال مباركة النفع الناس يكون لك خدمة ما يسمى بالخدمة المجتمعية مثلا النفع المتعدي مثلا هذا كله كثرة ذكر الله أيضا الذكر عظيم الذكر عظيم ولذلك فضله كثير من أهل العلم على الدعاء فلذلك تكثر من ذكر الله وقيام الليل أيضا يا عبد الله بارك الله فيك تختار الأزمان والأحوال التي هي مضنت إجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل ما بين الأذان والإقامة مثلا بعد عصر يوم الجمعة في حالة السجود وكلما أظهرت الضعف والافتقار إلى الله عز وجل والانطراح على عتباته والتعرض له سبحانه وتعالى تعرض لنفحاته هذا يكون سبب بإذن الله عاجل لإجابة الله عز وجل لطلبك ترجمة نانسي قنقر